السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياني في الفيديو اليوم سنقوم بتصحيح الانتحان الموحد لمادات الرياضيات للمساواة السادس لدورة نيان عام بالنسبة لرابط هذا النموذج سنقوم في صندوق الوصف في هذا الفيديو سيكون هو الجزء الثاني لهذا النموذج بالنسبة للمشاهدة الجزء الأول سنقوم كذلك الرابط في صندوق الوصف ممكن لمشاهدة ديره وكذلك ماذا ممكن بتحميل رابط الجزء الأول إذا نقوم بتصحيح هذا النموذج نقوم بتصحيح هذا النموذج بسؤال السادس إذا السؤال السادس يقول احولوا حسب الوحدة المطلوبة إذا هنا أعطونا مجموعة دير الوحدات مطلوبنا نحولوها إلى الوحدة المطلوبة إذا هنا ممكن نقوم بتحويل بشكل ذهني إذا مثلا التحويل الأول هو 1.35 هكتو متر مربع و3500 متر مربع كم تساوم ديكا متر إذا ممكن نقوم بتحويل ذهنيا وممكن نستعن بماذا بجداول القياس اللي يجب أن نتمكن منهم إذا هنا سنحتاجوا ماذا جدول المساحة إذا سنشوفوا جدول المساحة إذا جدول المساحة كل الوحدة الأساسية هي المتر مربع لدينا المضاعفة ديكا متر مربع والكيلو متر مربع والأجزاء هم الديسي متر مربع والسنتيمتر مربع والميني متر مربع إذا سنكتبوا 1.35 هكتو متر مربع إذا 1.35 إذا 1 ستكون في الوحدات هكتو متر مربع ثلاثة وخمسة إذا سنقوم بالتحويل الى ماذا؟ الى الديكا متر مربع إذا هنا سنحاول الديكا متر مربع ونتخلص من الفاصلة إذا ستكون هي 135 ماذا؟ 3500 مربع متر مربع ثلاثة ألف وخمسمائة إذا سنكتب سافر سافر خمسة ثلاثة إذا سنترجع الديكا متر مربع نضع الفاصلة سنتخلص من هذه السفرين ونقوم بعملية الجمع إذا 5 زائد 15 نكتب سافر ونحتفظ بواحد واحد زائد 3 أربعة زائد 3 سبعة ستكون عندنا واحد إذا التحويل يساوي 170 إذا نرجع الامتحان ونكتب 170 ديكا متر إذا نقوم بالتحويل الثاني يحتاج إلى ماذا؟ إلى جدول الكتل إذا جدول الكتل إذا هنا 50 كيلو جرام و10 فاصلة إلى 7 هكتو جرام كم تساوي من ديكا؟ إذا من نسبة لجدول الكتل إذا سنشوف جدول الكتل إذا الوحدة الأساسية تكون هي الجرام وعنا هنا المضاعفات وهنا الأزع إذا سنكتب ماذا؟ سنكتب 50 كيلو جرام إذا 50 كيلو كيلو جرام إذا نقوم بالتحويل كيلو جرام ونكتب 5 سنحويل إلى ماذا؟ إذا 50 كيلو جرام ستحويل إلى ديكا جرام إذا نقوم بالتحويل إلى ديكا جرام ستساوي إلى 5000 ثم سنكتب 10.7 هكتو جرام 10.7 إذا هنا 10.7 هكتو جرام إذا كم تساوي من ديكا جرام؟ إذا نقوم بالتخلص من الفاصلة فقط ونقوم بعملية الجامع إذا 0 زائد 7 0 زائد 0 0 زائد 1 0 زائد 1 1 5 زائد لا شيء هي 5 والتالي يكون الجواب هو 5107 ونكتب الجواب 5107 ديكا جرام نقوم بالتحويل الموالي 2.5 متر مكعب زائد 5.8.4 ديكا متر مكعب كانت تساوي من سنتيمتر مكعب إذا هنا سنحتاج إلى جدول الحجوم إذا هنا سنرى المتر مكعب إذا سنعتمد على الجدول إذا الوحدة الأساسية هي المتر مكعب إذا هنا المبعفة والأزاء إذا سنكتب ماذا؟ سنكتب 2.5 متر مكعب 2.5 متر مكعب سنعرف كم تساوي من سنتيمتر مكعب إذا نضرب على الفاصيلة ونضيف الأصفار سنصل إلى سنتيمتر مكعب إذا ستساوينا ماذا؟ ستساوينا مليونان وخمسمائة ألف سنقوم بالتحويل الثاني اللي هو 85.4 ديكا متر مكعب 85.4 إذا نحاول سنتيمتر مكعب إذا نضرب على الفاصيلة ونضيف الأصفار ونبدأ بعمليات الجامعة إذا هنا سافر سافر أربعة خمسة ثم تمانية خمسة إثنان إذا نغاية كل جواب هو مليونان وخمسمائة وخمسة وتمانون ألف واربعمائة سنتيمتر سنتيمتر مكعب إذا هنا التحويل الأخير إذا 20.5 ديكا متر مئة وخمسة وتسسعون متر كم تساوي من هكتو من هكتو متر إذا هنا نحتاج إلى ماذا إلى جدول الأطوال إذا جدول الأطوال إذا الوحدة الأساسية هي الماتر وكيلو مضاعفة ديكا متر هكتو متر كيلو متر والأزاق 10 متر سنتيمتر الميلي متر إذا نكتبه ماذا؟ نكتبه 20.05 20.05 ديكا متر 20.05 20.05 إذا كم تساوي من ماذا؟ إذا نطلب من الحولها إلى ماذا؟ 20.05 ديكا متر كم تساوي من هكتو من هكتو متر إذا هنا نغير مكان الفا الفاصلة قد تكون هي 2.05 بالنسبة للتحويل تاني 195 متر 195 متر كم تساوي من هكتو متر؟ إذا نغير مكان الفا الفاصلة أمام الهكتو متر ونقوم بعملية الجمع إذا هنا تكون 5 5 9 ثم 3 إذا ثلاثة فاصلة تسعمائة وخمسة وخمسون ثلاثة فاصلة تسعمائة وخمسة وخمسون فاكدا أنكم انتهينا من هات السؤال وقمنا بالتحويلات المطلوبة نلتقي الآن إلى السؤال الموالي إذا السؤال الموالي عبارة عن مسألة هلا مسألة تقول أرادت فاطمة قياس طول النافذة باستعمال قلم رصاص طوله 18 سنتcus فوجدت أن طول النافذة هو 6 مرات طول القلم ما هو طول النافذة التي وجدتها فاطمة بالمثر إذا هنا فاطمة شنو قامت بقياس طول النافذة باستعمال قلم الرصاص قلقت طولات الطول broader6 مرات طول القلم طول اليرو 18 سنتمتر إذن هنا كيف سوف نقوم بإنجاز العملية؟ إذن عدد المرات هي 6 سوف نضربها في طول القلم وهو 18 سوف نقوم بإنجاز العملية 6 في 8 48 و 40 6 في 1 14 إذن 108 إذن كنت سوف نقوم بإنجاز العملية نطلب منها نكتب الجواب بماذا؟ بالمتر إذن سوف نحولها المتر كنت سوف نقوم بإنجاز 1.08 المتر اللي سوف يكون هو طول ماذا؟ هو طول النافذة إذن طول النافذة هو 1.08 إذن سوف نقوم الآن إلى السؤال ماذا؟ الموالي إذن سؤال الثامن يقول نعتبر الأشكال تالية إذن أعطونا هنا أشكال تالية أعطونا مستطيل ثم أعطونا معين ثم أعطونا مستطيل بداخله معين إذن تلاحظوا بأن المستطيل الأزرق هو نفس المستطيل الأول وأن المعين هو نفسه المعين الموجود بالأخضر إذن لعنا ثلاثة أشكال شكل الأول شكل الثاني ثم الشكل الثاني إذن السؤال يقول أحسب مساحة شكل واحد إذن شكل واحد هو هذا سنحسب المساحة دياله إذن المساحة ديال الشكل ستكون ماذا؟ بما أنه مستطيل ستكون الطول في العرض إذن سنقوم عشرة في خمسة ونكتبه L كبيرة في L صغيرة اللي بغينا ونبدو مباشرة ب إذن عشرة في خمسة كم تساوي؟ تساوي خمسون ومنسوش المساحة الوحدة إذن خمسون ماذا؟ ماتر مربع إذن هو مساحة شكل واحد إذن غامشون السؤال ب إذن السؤال بك يقولنا أحسب مساحة شكل اثنان إذن شكل اثنان عبر عن معين إذن القطر الكبير يساوينا خمسة عشر متر مربع القطر الصغير يساوينا خمسون متر مربع إذن إذن نعرفه على مساحة المعين إذن هي القطر الكبير في القطر الصغير إذن خمسة عشر في خمسة قسمة ماذا؟ قسمة اثنان إذن خمسة عشر في خمسة تساوي ماذا؟ نعم خمسة وسبعون قسمة اثنان تساوي سبعة وثلاثون فاصلة خمسة ومننساوش الوحدة وهي المتر مربع إذن هذه مساحة الشكل اثنان وهذه مساحة شكل واحد غامشوا دابل الآن إلى السؤال استنتيج مساحة الجزء الملون في الشكل إذن مساحة الجزء الملون إذن استنتاج يعني أننا سنستعملها النتائج السابقة إذن شنو غتكون مساحة الجزء الملون غتكون هي ماذا؟ هي مساحة المستطيل وغن نقص منه ماذا؟ مساحة المعي المعين إذن غتتساوينا ماذا؟ خمسون ناقص سبعة وثلاثون فاصلة خمسة إذن كم تساوي اثنى عشر فاصلة خمسة ومننساوش المساحة اللي هي الماتر مو مربع إذن إذا نريد أن نضيفه هنا كإضافة إذن نكتبه مساحة الشكل مساحة الشكل واحد هي ونكتب خمسون ماتر مربع إذن نكتب مساحة شكل اثنان مساحة الشكل مساحة الشكل جوج هي ونكتب الجواب إذن نقطتان هي سبعة وثلاثون فاصلة خمسة ماتر مربع هنا مساحة الجزء الملون مساحة الجزء الملون هي ونوضع نقطتين إطنى عشر فاصلة خمسة متر مربع وبهذا نكون ننتهينا من هذا السؤال وننتقل إلى السؤال الموالي إذن السؤال التاسع إذن السؤال التاسع يقول أنشئ زاوية ومنصفها إذن هنا أنشئ زاوية آ أو بي فيها مئة وثلاثون درجة إذن أمدوا أول حاجة نشئ زاوية آ أو بي إذن هنا نحتاج الأدوات الهندسية إذن أعطونا الرأس وحددنا المكان ليلو إذن نستطيع استطيع أن أص passa أول حاجة ضلع آ أو بي إذن هنا ها هو الضلع آ أو بي ثم نريد إنشاء ماذا الضلع أو أو بي إذن نعفونا الضلع أو بي إذن قمنا بإنشاء الضلع أو بي إذا نحتاج إلى الضلع أو أو آ إذن دو الضلع أو آ نحتاج إذا ماذا إلا استعمال الضلع المنقلة إذن المنقلة المنقلة شever Всё بي ثم يكون عندنا الضلع مطابق الى ماذا الى السفر اذا سنحسبه 130 اذا سنرد البلد هنا عندنا جوجد القياسات كان دائما من السفر ما عندك من 180 10 20 30 40 50 تموصل 130 اذا 130 نضع على علامة اذا ها هي العلامة ثم سنزول المنقلة و سنكمل العمل باستعمال ماذا؟ باستعمال المسترى اذا سنقوم بالأو نعم ثم سنحاول نرسم الضلع المطلوب اذا ها هي اذا هكذا انا قمت بانشاء الزاوية اذا سنسميها اذا هنا قلنا قلنا عنا A وهنا B القياس دائما هو 130 درجة اذا نريد المنصف دائما اذا المنصف دائما ممكن استعمله المنقلة لان منصف الزاوية يقسم الزاوية الى زاوية متقيسة ممكن استعمال البركار اذا سنستعمل البركار البركار كيف نستعمله؟ نوضعه في رأس الزاوية ثم نحدد واحد القياس للبركار و نوضع قوس في الزاوية لان نغير الفتحة البركار ننشي للضلع الثاني و نحدد قوس اخر ننشي المادة لهذه القوس التي حددت و نوضع قوس و ننشي للقوس الثاني كذلك ماذا سنعمل؟ و سنحدد قوس اذا هذه النقطة هذه اللي حددتها بها سنقدر نرسم منصف الزاوية اذا سننشي للرأس الزاوية العام ثم سنرسم المستقيم لكمور من هذا التقاطع و هكذا قمنا بانشاء مادة منصف الزاوية او اي اذا هنا سنحدد ا ها هي منصف الزاوية و بهكذا قمنا ننتهينا من هذا السؤال التاسع اذا سنحضر الادوات الهندسية اللي استعملنا و سنقوم بالسؤال الموالي اذا هنا السؤال العاشر يقول جو تخصي دروات بفندوكولار على دروات دي دو اذا شنو سنرسمه هنا سنرسمه واحد المستقيم اللي هو عمودي على دي اثنال يمر من من اذا هنا سنكون هنا الوسيلة الهندسية اللي سنحتاجه نعم اذا هي ها الكوس اذا الكوس ماذا يسمى بالفرنسية اذا هناك اضافة ماذا تسمى كما نعرفه اذا هو اللي كاع اذا ما ننسوش لسي لكاع اذا كنعمل تطابق ديال الضلع مع ما دخس يكون تطابق مع المستقيم الضلع الأول نعم تطابق وكم دا الحرك نشوف بانه يجوز المستقيم اذا هكذا ها هي غادي نشوف بانه يمر وغادي نقدر نرسم دباء المستقيم نزيد نحاول نضع باش يكون ادق نعم اذا هكذا غادي نقدر نرسم هاد المستقيم العمودي ممكن نعمل الاطالة اذا الاطالة كنعمل بمسطرة او ب لكا لانا كنتلعب دور المسطرة كذلك ادق اذا احنا رسمنا المستقيم شنو اسمه ما قالو ناش الاسم اذا نخليه بلا اسم اذا هنا لا دغوات اذا ما ننساش الناية الكوداج اذا هذه الزاوية القائمة رمز الزاوية القائمة وهكذا غادي نكون انتهينا من هذا السؤال وفي نفس الوقت انتهينا من تصحيحة النموذج نتمنى انكم تكونوا استفترنات تصحيحة وحد موافق في الامتحان الموحد المقبل ما تنسوش بانه تصحيحة الجزء الاول ستلقاه فيه صندوق الوصف وكذلك ممكن تقوم بتحميل الPDF للجزء الاول وجزء ثاني من صندوق الوصف اذا شكرا لكم والى اللقاء